اصبوع ليبي دموي مع مطلع العام الجديد قتل وتفجير وحرق ذلك هو الاصبوع الاول الذي تل انتهاء عام وصفه المراقبون انه من اسوأ الاعوام بعد عام 2011 الاصبوع الدموي بدأ في الرابع من يناير عندما اقدم تنظيم داعش على تنفيذ عملية انتحالية بسيارة مفخخة في بوابة السدرة اعقبه بهجوم على الميناءين النفطيين الاكبر في ليبيا راسلانوف وسدرة مخلفا قتلى وجرحة واشتعالا في الخزانات النفطية الحقه بتفجير استهدف بوابة امنية في راسلانوف في السابع من ديسمبر اقتحمت سيارة مفخخة بوابة معسكرا لتدريب الشرطة في زليتن وفجرت ساحة طابور الجمع الصباحي مخلفا عشرات القتلى ومئات الجرحة ثم يأتي تفجير سيارة اسعاف مفخخة في مصرات دون ان يخلف اضرارا بشرية ما يقارب مئة قتيل في عموم البلاد في ظرف اربعة ايام ربما هي حرب استباقية من قبل تنظيم الارهابي اراد بها تثبيط اي برعم تولد من خلاله الدولة الليبية والمؤكد ان داعش هو اكبر مستفيد من حالة الانشقاق السياسي وسط مخايف مبررة من تسلسل هذه الهجمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر